السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشلونكم اصدقائي ان شاء الله بخير دعانا لكم ان شاء الله تكونونوا بأحسن صحة وبأتمحة شباب حلقة اليوم راح نشرح لكم بيها منصة لها مركزية جديدة سبب طرحنا لهاي المنصة مو لكونها منصة من المنصات العالمية اللي ننصحكم بالتداول عليها لا لكن سبب طرحنا لها انه نزل عليها احد التوكينات او احد احدى العملات اللي تحصنا عليها بالايردروب وتحصنا عليها بكمية لا بأس بيها يعني تحصنا عليها مجانا قبل لا نبدي بتفاصيل هاي الحلقة شباب ندعوكم دعم القناة بالاشتراك بيها ولايك للفيديو ونبدي الحلقة على بركة الله اول مرة نشوف العملة اللي تحصنا عليها هيا هذا هو الاثبلورر الخاص بالماي اثر والت وهايا هي العملة اللي تحصنا عليها بالمجان اللي هي الاس ام اي اس ام اي بانكينج اليوم يا شباب اليوم نزلت على اليوم انطرحت على منصة التوكن ستور التوكن ستور هي منصة لا مركزية شنو معنى لا مركزية ما راح اطول عليك بالفيديو لا مركزية معناتها تربط حساب ماي ايثر والت معها او تفتح حساب على بلوك تشين الاثريوم مباشر لكن العمل بي راح يكون من خلال التوكن ستور لكن يفضل انه انت يكون عندك حساب ماي ايثر والت وتربط معها حتى تسحب وتودع مباشر الحسابك وما يكون عندك اي علاقة بالمنصة بعد ان تغلق حسابك بيها او بعد ان تتمم العملية اللي انت سويتها تفاصيل اكثر عن المنصات اللامركزية راح ارجع للقناة راح تشوف اه شرح الماي ايثر والت الايثر دلتا عفوا شرح الايثر دلتا والماي ايثر والت ايضا شرحناها منصة الايثر دلتا ايضا منصة لامركزية شبيهة بالتوكن ستور لكن الايثر دلتا حاليا بيها مشاكل يقال انه الكادر الخاص بيها مطورها يعني راح ينقسمون وراح يفتتحون منصة ثانية ومنها الكلام هذا المهم وموضوعنا اس ام اي شباب تحصلنا عليها مجانا بالايردروب قسم من الناس اخذت 200 قطعة وقسم من الناس اخذت 100 قطعة حسب التوزيع التوزيع كان على وجبتين فيا شباب هاي العملة اولا تتعامل بالايثر يوم نفس الايثر دلتا ثانيا قلنا تربط عليه حسابك حساب الماي ايثر والد تربطه بيها طريقة تربط الحساب قبل لا ندخل على التفاصيل البسيطة ان شاء الله عن المنصة تضغط على select account و manage account راح تفتح معك هاي الصفحة اذا حاب تفتح حساب على بلوكتشير الاثريون من خلال هاي المنصة تضغط على new account وفتح لك بالاعلى الحساب هذا الحساب اذا كنت حاب تربط الماي ايثر والد فبدل ان تضغط new account تضغط امبورت 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 اكاون راح تدخل بهذا الحقل البرايفيت كي الخاص بالماي ايثر والد تضغط على امبور راح ينفتح بالاعلى على اليمين حساب ماي ايثر والد هنا راح يكون هذا ايكون او داشبورت ثاني لماي ايثر والد تنقل ترح تلقي عليه الاثر اللي عندك وكل التوكن اللي عندك موجود بماي ايثر والد راح تشوفه هنا بعد ما تفتح حساب جديد او تربط حسابك اللي ما ايثر والد ترجع على الاكسجينج راح تشوف هاي الواجهة طريقة الانتقال من عملة الى اخرى تضغط على هذا المفتاح راح تفتح معاك صفحة العملات صفحة العملات الجميل بيها انه بيها بحث تختلف عن الاثر دلتا بما انه احنا سبب حلقتنا هو الاس ام اي راح نشوف انا راح نفتح صفحة الاس ام اي راح ينطيك البلانس الخارج اي راح نشوفها صفر لان انا ما ودعت العملة ما ناوي يبيعها بصراحة ولو سعرها مغري بالبداية يعني اي عملة تنزل جديد مثل ما يعني نقول بالعامية راح يحفلون عليها يعني راح يرفعوها ويخفضوها بارقام كبيرة لكن انا من هوات التخزين اذا حاب اتودع اذا حاب اتودع ايثريوم او اذا حاب اتودع عملة الاس ام اي اللي عندك بالمي ايثر والد فراح تضغط على هي راح تلقي مفتوح الديبوسيت تحدد كمية الاس ام اي وتضغط ديبوسيت تحدد كمية الاس ام اي وتضغط ديبوسيت اذا بعت او اشتريت فراح تحول على الوذد رو فمثلا جبت الاس ام اي بعتها حولت ايثر تريد تسحب الايثر للمي ايثر والد الخاص بك المحفظة الرئيسية وتلقي علاقتك بالمنصة على سبيل المثال فتحول على الوذد رو تحدد الكمية اللي انت تريد تسحبها كلها او جزء منها تضغط على سحب اذا العكس انت اشتريت اس ام اي او جبت العملات اللي عندك سويت صفقات زيت الكمية وتريد ترجعها للمحفظة تضغط تحدد الكمية انتبهوا فقط يعني تحتاجون قليل من الانتباه على هاي الكلمات اللي باللون الفاتح تحدد هاي خاصة بالاثر هاي خاصة بالاس ام اي تحدد وتسحب بالمناسبة اي تعامل التممة اي تعامل التممة بالمنصة يحتاج لاثريوم على ماي ايثر والد يعني اذا حاب تجيب الميت عملة والميتين عملة الخاصة بالاس ام اي الخاصة بك من ماي ايثر والد انت تحتاج يعني فد مبلغ بسيط من الاثر رح يتم استقطاع من العمولات عمولات ما تستقطع لا من العملة ولا من الرصيد الاثر اللي موجود على المنصة اذا حاب تحول لشخص تاني فانت رح تقدر تحول من الترانسفر اذا حاب تحول لشخص تاني هذا ما يخص اعازات البيع اعازات الايداع والسحب من الموقع للمحفظة والاكس هنا عدنا يا شباب التراد هستوري على اليمين والماي اوردر هاي الخاصة بيك والتراد هستوري هاي مبيعات العملة أمام الإيثريون بصورة عامة مو الخاصة بك إذا تريد تحول على الهستوري الخاص بك تضغط على مايتراد تحول على مايتراد تريد المعاملات العامة لكل المتداولين تضغط على أول حتى تشوف البيع أو الشراء على أي أسعار تم وبأي كميات تم شباب شنو عدنا بعض عدنا هاي عروض البيع على الهمين هاي طلبات الشراء حاليا العملة فقط معروضة لكن معروضة بأسعار يعني قوية جدا يعني اللي يتحصل على مئة عملة يقدر يبيعها بخمس بيتكوين خمس بيتكوين يعني رقم مو قليل يعني صفر بوينت اثنين بيتكوين عفوا إيثريون رقم مو قليل بالنسبة العملة تحصلنا عليها بالآيريدروف اللي حصلوا مئتين فممكن يبيعون بصفر بوينت اربعة إيثريون ممكن يعرضون بسعر أعلى مثل ما هاي الناس عرضة شوفوا الناس عرضة على الأسعار اللي عرضة بيها أقل سعر معروضة بيها بصفر بوينت صفرين اثنين من إيثريون ميتين عملة يعني صفر بوينت اربعة وأعتقد هاي الناس اللي مترصد العملة وعرفت العملة نزلت وهم أول الناس خلوا أوردرات هاي يعني مو ناس عادي هذول محترفين الكربتو كورنسي ومتوقعين هاي العملة شلون راح يوصل سعرها أو يعرفون راح يصير عليها حركات سريعة فعرضيها بهيش أسعار عالية وممكن لا يعني ممكن تنزلوا وتن يعني أول ما يتم عليها التداول الفعلية أول ما يصير طلبات شرار العملة ممكن تنخفض لكن احنا يعني نتوقع الأفضل ونتوقع لها نصير عليها حركات سريعة وهذا المعتاد بأي عملة تنزل جديد على أي منصة طريقة تنفيذ الأوردرات تنفيذ الأوردرات سهل وبسيط بهاي المنصة أولا إذا حاب تشتري فوري من أول سعر من أرخص سعر مأروض أو حاب تبيع لأعلى سعر مطلوب فأنت راح أوتوماتيكيا راح تحدد فقط الكمية لما تشوف فقط حق الكمية هو اللي يفعال فهذا للشراء الفوري شراء على الأسعار الحالية اللي هو الانستانت أوردر الليمت أوردر لا لما تحول على الليمت أوردر هذا الشي مختلف يعني أنت إذا حاب تشتري بسعر مو بالسعر الحالية أو حاب تبيع على أسعار أعلى من الأسعار الحالية راح تحدد الكمية تحدد السعر بالأمونت الكمية هاي العليا سار هاي الشراء الباي الأمونت تحدد الكمية من العملة البرايس تحدد سعرها مقابل الإيثر كم سعرها التوتل بالإيثر هو راح ينزل أوتوماتيك الأكسباير بلوكس هو مثل ما شرحنا بالإيثر دلتا هو أكسباير للأوردر ماتك يعني بعد مرور عشر تالاف بلوك إذا ما وصل السعر سعر العملة لسعرك اللي أنت طالب الشراء بيها وعارض البيع بيه راح يلغي الأوردر أوتوماتيكيا بدون ما تتحمل أي عمولات لكن إذا خليت أوردر وإنت كنسلتها أنت راح تتحمل عمولات تمام شباب هاي هذا الشي مهم انتبهوا عليه بالسيل نفس العملية الكمية سعر بالإيثر المجموع بالإيثر هو ينزل الإكسباير عشر تالاف هذا أوتوماتيك هو موجود تقدر تتحكم به تخلي عشرين ألف ثلاثين ألف مليون تقدر تخلي عشرة تقدر تخلي العدد اللي أنت تريده بعد ما تتكمل تملي الحقول تتأكد منها تضغط على باي أو سيل أكرر شباب ما كان سبب طرحي لهذه المنصة أنه هي من المنصات العالمية والقوية لكن السبب هو نزول عملة SME عليها العملة اللي حصلناها مجانا أيضا عليها بعض العملات ما عليها عملات كثير لكن عليها عملات من العملات القوية مثل الترون، الـ OMG، الـ RDN، الـ USDT موجود عليها، عملة اللينك موجودة عليها يعني موجود سالت كثير عملات قوية موجودة عليها يعني ممكن التداول عليها تداول بأرياحية لا مشكلة لأن مدام هي لا مركزية إن شاء الله نتخوف فقط كمل شغلك عليها وسوي تسجيل خروج من الحساب ومن تدخل مرة ثانية أربطها مرة ثانية بالنسبة نذكر أخيرا قبل لن حلقة الـ AirDrop والـ SME اللي تحصلنا عليه الـ SME تحصلنا عليه عن طريق التوزيع المجاني للعملات اللي هو المسمى بالـ AirDrop الـ AirDrop اللي كثير من الناس حاليا يعني ده تحارب ده تحارب المنشورات اللي اللي الناس ده تنشرها للتوسيع الـ AirDrop اللي نشر وإشهار الـ AirDrop اللي يقول هو كاذب واللي يقول هو يخترق الحاسبات ويخترق الحسابات هاي صارتنا شهور من الربع الأخير من 2017 نحن نشتغل AirDrop لغاية الآن الحمد لله كل شي ما كولين ماخذين احتياطاتنا الاحتياطات هي ما تدخل على أي رابط يجيك على الإيميل تدخل على الروابط اللي موثوقة اللي تلقاها بالمواقع القوية وهذا الشي شرحناه بحلقات الـ AirDrop اللي موجودة على القناة شلون توصل للـ AirDrop وشلون تحمي نفسك من التهكير والروابط الملغمة اكو روابط ملغمة اكو مواقع ملغمة صحيح لكن انت تقدر تحمي نفسك منها بسهولة والـ AirDrop حقيقي والـ AirDrop شغال والناس ده تربح منه وأرباح عالية فأدعوكم للاشتراك بي لكن قبل لا تدخل وتشترك بالـ AirDrop اللي موجودة وموجودة على الفيس على تويتر بالمواقع بالـ social media بصورة عامة بكثرة جروبات التليجرام شوف حلقاتنا اللي تخص الـ AirDrop هاي الـ AirDrop هاي تخص الـ AirDrop شوف هاي الحلقات شوف شلون تقدر تحمي نفسك وشوف شلون تقدر توصل للـ AirDropات الأمنة طريقة التسجيل بالـ AirDropات طريقة التسجيل مايتر ولد إذا ما كان عندك حساب وأيضا عندنا جروبنا الخاص بالـ AirDropات كل الـ AirDropات اللي ننشرها نسجل بيها مسبقا وننشرها إذا كان بيها إحالة ننشرها إذا كان ما بيها إحالة ننشرها إذا كانت جيدة ننشرها حتى إذا كانت مائلها صيد قوي أيضا ننشرها ما دام هي مجانية أفوان لا ضاير أن نشترك بيها ونحصل على الأمدات كل الروابط اللي ذكرتها رح تلقوها اسفل الفيديو إن شاء الله بالنهاية شباب عندك سؤال استفسار اليوتيوب موجود علقنا عليه تريد تتواصل معنا على السوشيال ميديا كل روابطنا موجودة لا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته